بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم المحاضرة بعنوان قصة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للهجرة ومعه علي بن أبي طالب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال يا علي إني مهاجر المدينة الآن فنما كان ورد الأمانات إلى أهلها أعطى كل واحد حقا فأخذ بردة الحبيب صلى الله عليه وسلم العباءة ونام مكانه فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الكفارة وجعلنا بين إيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ربنا حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا حرصه في كل مكان وكل زمان فخرج بالنهارة أمام الكفارة وحصرة على الكفارة يا خيبة لم يبكى للحبيبة أغطارة زهبا للمدينة فقالوا الكفار هذا محمد نومة محمد والعباءة محمد كل حاجة محمد فاستيقاظ عليهم فاتفجعهم بعليهم حصرة على الكفارة يا خيبة الكفارة فزهب علي إلى المدينة وضحك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفارة يعني خيبة الكفارة لم ينال منه أثارة لم ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء منه لأن ربنا حفظه وحميه من كل شر واصبح علي يحبيه من الكفار يكفيه سيدنا علي بن أبي طالب ناما مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفارة وقفين أمام حرصين وقلت هيطلع وهيخرج هو خرج أصلا ربنا أعمى أبصارهم وأغشى أبصارهم واجعلنا بين أديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينهم فهم لا يبصرون ربنا عامى أبصارهم الرسول خرج أماما بالنهارة سبحان الله قدرة الله فوق كل شيء وهو القدير وهو القادر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى هو القادر القدير والمقدر الأمور سبحانه وتعالى كل بأمر وكلهم في فلك يسبحون كل بأمر الله يعني لازم نتعلم ونتطعز ونخلينا مع الله دايما ومع الله في كل مكان وكل زمان لأنه ربنا هو معاني نبقى إحنا مع الله وهو معكم أينما كنتم نخلينا مع ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعبت في غار حراءه ربنا حماه وربنا حفظه وربنا أعماله الخير كله ربنا الاستفاه وطهاره على العالمين اللهم صلي وسلم وبارك وجعله رسولا للعالم كله الإنس والجن والبشر والجماد والحن وكل يعني ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم